الوقت وصفة اللانشون البيتي الصحي فيه باللحمة وفيه بالفراخ الاتنين زي بعض الفرق هنشيل بس بمكان اللحمة هنحط فراخ تمام هنقول بقى المقادير دلوقتي هقولها لل بالفراخ معنا نص كيلو اوراك فراخ مفرومة ويفضل اوراك مش صدور علشان الاوراك فيها ترطوبة شوية مش نشفة الصدور بتطلع الفراخ نشفة الاوراك افضل تمام واللحمة لو معنا لحمة مفرومة نص كيلو لحمة مفرومة يفضل يبقى فيها دسم علشان تخلي طعم احسن ولكن باديكو برضو لو انتو لأ مش عايزينه بدسم ده باديكو خالص اعملوها عادي جدا مفيش اي مشكلة عندنا معلقة كبيرة عصل ابيض ويا ريت ما تتشلش ونسمع الكرام زي ما قلت قبل كده انا فيه وصفات فبعارف ايه تكتها فمن المحاجات المهمة العسل الابيض بيزبط في الطعم جدا لان في الوصفات التانية واللنشونات التانية بيحط النشويات فانا بعدلها بالعسل العسل بيدينا تك كده مظبوطة كتسكيرة ونشويات بتزبط لنا الطعم والقاوم كمان طيب ومش بتحس خالص مش تحسه ابدا لو ايه لو ده وقت الكون كله سألته ده فيه عسل هيقولولكم لأ خلاص فمش هتحسه طيب وحيتحط كمان بيتين ربع كباية زيت عش تديها رطوبة وطراوة كده ومعلقتين كبار مليانين دي شوفان وهو ده بقت تغيير مش ديه ابيض ومعينا اربع قطع جبنة مسلسات او اربعة او ممكن مثلا معالق من الجبنة المطبوخة دي لو حبيت ومعينا معالقة كبيرة بودرة بصل نص معالقة صغيرة بودرة توم رشة جوست الطيب معالقة صغيرة بابريكا رشة كوزبارة جفة رشة حبهان بودرة معالقة كبيرة ملح معالقة كبيرة فلفل ابيض وللحشوة حسب الرغبة زيتون اخضر شرايح او فلفل اسود حصى زي ما تحب تمام طيب يا ريتنا مشي بس بالمقادير بالضبط يعني مش عايزة حد يقول طبعا قلل كزا وزود كزا مش مليش ضعوبة يعني مش هكون مسؤولة عن النتيجة طيب هنلبس بقى دلوقتي الجنسية دعمنا حيجة نحاول بقى الفترة دي بجد نعيش بجد صحيح علشان مناعتنا تفضل عليها احنا دلوقتي يبصوا في اشد الاحتياج لمناعتنا دي يعني ما ينفعش ان احنا نقذيها خالص فنحاول على القد ما نقدر ان احنا نحافظ عليها نحافظ عليها بالاكل الصحي وبان احنا منبقاش طول الوقت في سترس خالص نحاول نبقى سترس عان نعارف الفترة دي كلها كمية اخبار مش حلوة وكمية احداث كتيرة جدا بس نحاول على قد ما نقدر ان احنا لأ نبعد عن يعني نحاول نعزل نفسنا مزعل على قد ما نقدر عشان خاطر نفسنا وعشان نفسنا اللي ناس كتير تانية محتاجاها يعني اللي عنده ولاد واللي عنده ناس مهمة ليه لازم تحافظ على نفسنا عشان غيرنا خلاص فارجوكوا ايه يعني حاولوا تبعدوا على قد ما تقدر طيب احنا هننزل بقى كل حاجة في الكبه عشان هتتفرن معنا خلاص كل حاجة معنا زي ما احنا شايفين كل اللي احنا قلنا عليه هنحطه بالشكلة ده هسيب بس السويل في الاخر يعني الحاجات اللي هي زي البيض مثلا والعسل هسيبه في الاخر عشان اضمن ان كل النواشف اتفرن مع بعض كويس الزيت البيض العسل والجبن هسيبهم في الاخر خلاص نحط بس الملح كده ملح وفلفل تمام نبتي دي بان ادرو خلاص ريحته باقت لانشون لانشون يعني التدبيلة دي لانشون ايه؟ يعني بالضبط ننزل بقية الحاجات يعني التدبيلة دي بالضبط بصوا ريحة اللانشون بالضبط نحط بقى العسل عارفين لو حد محطش العسل تعريب نحط الزيت تمام اللي عايز بقى يحط الوان يحط بس الوان اللي هي بتاعت الحاجات المصرح بيها اللي هي الوان الحاجات الاكل تمام بس يعني لو عشان ولادكو كده حاستين ان اللون هيفرق معهم يبقى لانشون تعرفين حاجات بتتبيع في السوق ما شاء الله لون هصنوعي قوي يعني فلو حابين عشان يكلوه ما يقرفوش منه فتمام المفوض دي الوان مصرح بيها بتتبيع في محلات اللي هي بتاعت الادوات الحلويات بس يفضل جدا 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 تعملوا لانشون بنفسكو بالوصفة دي في البيت سواء لا احنا اوفرق زي ما قلت ليه بقى لان خلاص عالميا اثبت من الاف دي ايه ان اللانشونات والحاجات المصنعة وبتتبيع في الاسواق فعلا بتسبب نسبة سرطان بتاكدت خلاص فارجوكو نبعد عن الحاجات دي المصنعة دي خالص اللي في السوق ونعملها بنفسنا في البيت وفعلا هتعجبكو ان شاء الله احسن كتير الف مرة من اللي احنا منجيبه خلاص نضربها حلو قوي هنعمل ايه بقى؟ وغير بقى ان يعني حط فيها بيد فمفيدة للاطفال الفراغ اصلا التوابل كلها مفيدة ما فيهاش بقى مواد حفظة ما فيهاش مكسبات طعم ما فيهاش رفعات طعم ما فيهاش الكلام ده كله يعني فعلا ممتاز انا بس عايزة اطلع الحاجة اللي هشتغل فيها عشان نبقى شايفيه بصو احنا ضروري يبقى فيه آآ قالب اكبر من قالب تمام؟ قالب اكبر من قالب عشان هنعمل الظوى بيتحط فيه يعني بيبقى زي حميم مائي خلاص تحط كده جوايا وهنا دي هنحط فيها مية ليه؟ عشان ما توصلش الحرارة بسرعة فتدينا نتيجة كويسة تدينا نتيجة مظبوطة هي المياه السخنة حطها كده وفوطة يفضل فوطة كلها تبقى مبلولة وتحت مش طبع حيطة الفوطة خلاص ودي محتوطة كده طيب نجهز بقى الحاجة علشان آآ نعملها نعملها ازاي احنا بنجيب الطبيعي ناس كتير ممكن يعملوها آآ آآ فويل على الطول انا ما ففضلش الفويل يلبس الاكل فبالتالي بعملها الاول بورق الزبت الاول بورق الزبت تمام بالشكل ده هو طبعا الافضل آآ كمان كلينج فيلم الاول عشان كلينج فيلم المفروض انه هو آآ باي رطوبة اي حاجة فيه بيحفظها وبتعرفوا تلفوها احسن ولكن اخاف برضو تتفاعل في الحرارة فبالتالي احنا هنستخدم دلوقتي آآ آآ ورق الزبت بس يكون نوع كويس مش نلاقيش يربلي الوصفة وخلاص او يعني يعني نحاول نجيب نوع كويس عشان فيها نوع مش كويسة في السوق خليني بقى انا بنازل كده نتكلم على موضوع قصة الدايت لو الدايت مش مظبوط معنا لو احنا بنعمل دايت آآ قاسي على جسمنا حرمين نفسنا قوي آآ ما بنكلش حاجات غذائية صح ما بنديش جسمنا الحاجات اللي لازم لان في ناس كتير جدا تلاقوها ايه منعت الاكل خالص مثلا تاكلش آآ او تاكل حاجات قليلة قوي وغلط تعيش مثلا على كيس شيبس في اليوم وتقعد اليوم كله متاكلش بس على علبة بسكوتة آآ بديق ابيض او على آآ زي ما اقول كيس شيبس او شوية حاجات غلط وخلاص تمام؟ ده بيعمل ايه؟ بيخلي المناعة مناعته اعلى طول لان الجسم يحتاج كل يوم عناصر مهمة تساعده على انه يرفع مناعته منها البروتينات البروتينات زي اللي موجودة في اللانشون ده مثلا البروتينات دي الجسم بيحتاجها يكسرها يستخدمها فورمونات في جلد في شعر في مناعة في حاجات كتير جدا الفيتامينات مهم انه ندخل يوميا فكهة وخضار وسلطات وكل ده مليان فيتامينات فده بيساعد بدعم تاني المناعة فيتامين سي بيقعد اربع ساعات بس في الجسم فالجسم لازم ناخد كل اربع ساعات ناخد فيتامين سي سواء بقى من لمون برتقان في الالوان من كل انواع الخضار هتلاقوا فيه نسبة فيتامين سي بس متروحة خلاص عشان او هناخد قرص ساعتها لازم عشان المناعة تفضل عالية قرص الفيتامينات وفيتامين سي بترفع المناعة 50% معلقة السكر بتوقع المناعة 50% فرق فضيع الاكل السليم والصحي بترفع المناعة جدا الاكل معلقة السكر الواحدة توقع المناعة 50% مدد 6 ساعت وديه الابيض كذلك فانتو في اديكو ترفعه من عيدكو تاكلوا صح سبع خطوات بصوا انا يعني اراهن من دلوقتي رهان من دلوقتي ان جربوا كل رجمات عايزين تجربوها كلها في الاخر هترجعوا سبع خطوات وهتثبت وحيثبت حتى بعد ما ماتي حيثبت ان سبع خطوات دي باذن الله هيدي نظام الصح نظام فعليا للجسم الواحد بينزل عليه وزنا من شكل ممتاز منعته بتاعلى صحته بتاعلى وبننزل واحنا مش جعانين شبعانين الى حد كبير عن اي نظام تاني رهان من دلوقتي خلاص في اي وقت بقى من العصور اللي جاية ان شاء الله ان ده بعد بقول حتى بعد ما موت ان شاء الله يثبت ان هو ده النظام صح لا كيتو ولا اي حاجة من الحاجات التانية بجد كلها مدرة للجسم فا 우리 رو يا رب ان شاء الله اللي ماجربش بجد بجد لازم يجرب يعني هو هاجة اهو يعني 7 خطوات موجودة عا militarico فيديو لا عليه فلوس والا هو يبلweisen عندكم تقدر تشوفوه تقدر تجربوه مش تخسروا اي حاجة غير انه اكوا هتكتوبوا بس هتكتوبوا صحت كو هو ده تمام انا باخد بقى احنا لفناها كده عشان تدينا شكل الاسطواني بتاع اللانشون بقى لفاها بس تاني عشان ورية الزبدة بتطرق معي برضو فاروح لفاها تاني باللي هو الفايل عشان احكمها تبقى محكمة معايا كده ومحكمة معايا بالشكل ده كده شايفين كده بتدينا شكل اللانشون اللي احنا عارفينه اهو شكلها لانشون زي اللي احنا عارفينه تمام بتفسير وقت لها لفتها بشكل مباشر هي محفوظة كده بالورق الزبدة معايا في النص وان شاء الله امان اكتر كتير جدا باخدها بقى واروح نزلة بيها هنا اهو في الحتة دي فبالتالي كده هي مش لمسة على طول حرارة عالية هي الحرارة هتبقى بشكل متوازن فيها الحرارة ما تعديش المية وتمانين ما تعديش المية وتمانين علشان تستوي على مهلها بتاخد ساعة ونصف الفورن بس كده هتطلعوها تسقع حلو كده وبقى نتبتدوا النقو تقطعوها تعالوا بقى نشوف مع بعضينا كده اللي ساقعو معي نعملين ازاي زبا في تلاجة لغاية ما تسقع خالو طبعا عايزين تحطو فيها بقى اللي انا عملتها معاكو دي سادة عايزين تحطو فيها بقى فلفل اسود حصى عايزين تحطو فيها زاتون زي ما تحبو دي فق ديكو خلاص اهورق الزبدة اهي ده كده لانشون الفراخ ونطلع كمان لانشون اللحظة ديت اه علشان فيها زاتون ففكت مني شوية معلش نحطها كده تمام ونقطع بقى اللي هي نقطع مع بعدينا اهو نقدر بقى نشوف كده نقطع رفيع خالص اللانشون بتقطع رفيع خالص قريب جدا من ريحة الاصلي بس طبعا اكيد 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 دايما اللانشون البيتي اكيد مش زي الاصلي ان بيحطوا في مكسبات طعم رهيبة مكسبات طعم رهيبة اي مكسبات طعم بتخلي الحاجة طعمها يشد جدا 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 تمام طيب نقطع بقى دي خليني بس احط دي على جنب عشان ديت الطرف مش مزبوط هو الزاتون بس بيخلي الحاجة شوية ايه تعرفوش تقطعوها حلو وطبعا دي محطوط لها شوية لون احمر عشان يدينا الشكل اللي احنا ايه اللي بيدي اكتر على شكل اللانشون وطبعا هنقدم بقى جنبها الحركات دي كلها الحلوة دي طبعا لو هتزودولها زاتون او فلفل اسود بعد ما تتفرم بعد ما تتفرم تمام؟ طيب معانا المقادرة ايه سواء لحمة او فراخ يفضل يبا فيها شوية دسم عشان يبقى طعمها حلو كل دي يتفرم في محاضرة الطعام وبعدين هنلفوف ورق زبدة وبعدين ورق فويل وبعدين يتحط بالمريق في حمام مائي زي ما شوفنا في قلبين وتحتيهم مية ومعاهم فوتا على مية وتمانين درجة يخش الفورن بس كده يا رب بتمنى اللانشون البيتي ده يعجبكو زي ما قلت اوعوا مش حاولوا ما تجيبوش لا اوعوا تشتروا اللانشونات الجهزة لان زي ما قلنا الاف دي ايه اثبتوا عالميا ان اللانشونات الجهزة بتسبب كانسر احتمالية كبيرة جدا انها بتسبب كانسر تمام؟ فاحنا بغنى عندها يعني خالص تمام موضوع سهل جدا يتعامل في البيت احنا كده خلصنا اللانشون البيتي سواء اللحمة او الفراغ يارب الوصفات تكون عجباتكو اشتركوا في القناة